ينتقل لخبر آخر انبارح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قال كلمة خلال افتتاح الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أكد فيها على أن التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب حققت أهدفها في تقويد حركة التنظيمات الإرهابية وتكفيف العديد من منابع تمولها انطلقت فعليات اجتماعات الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتبادل الخبرات حول الأوضاع الأمنية العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسبل التنصيق لمواجهة التحديات الأمنية والمخططات الهدامة يواجه عالمنا العربي تحديات متنامية في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بزلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتمثل عائقا أمان عمليات التحديث والتنمية في دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية وتطرق وزير الداخلية خلال كلمته أمام المؤتمر إلى أهمية تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي وكذلك مع دول الجوار لتقييد حركة التنظيمات الإرهابية عبر الفضاء الإلكتروني والرصد المبكر لأنشطتها وقدراتها البشرية والتسليحية وإحباطها ولقد أكدت عملية المتابعة والرصد الأمني استمرار المحاولات الآسمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها في أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التي تعرضت لها واتخاذها في هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمي منطلقا للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكسيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية كما أشار إلى مخاطر الجريمة المنظمة وتداعيتها على الأمن العربي باتخاذها مناطق التوترات مصرحا لأنشطتها الإجرامية وأكد على نجاح الاستراتيجية الأمنية المصرية في تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشراطي وقد حققت تجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها في تقويت حراجة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتكفيف العديد من مبنابع تمويلها واصفرت الجهود المبزولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لأصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال التهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوسائق المزورة فضلا عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود خط مانع لاتخاذ الساحة المصرية معبرا لعملات التهريب لدول المنطقة كما تحرس الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما عشر إلى أهمية التعاون في المجال التدريبي لتطوير آداء العنصر البشري والارتقاء بالآداء الشرطي وإيمانا بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشري والارتقاء بالآداء الشرطي قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات تدريبية وبحسية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام ومشاركة الكوادر الشرطية العربية حول الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات وحقوق الإنسان في العمل الأمني ويعد اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يتم سنويا فرصة للدول العربية المشاركة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية العربية وتدعم أواصر التعاون الأمني العربي للمواجهة الفاعلة للإرهاب والجريمة العابرة للحدود